موسيقى اسمي عمار خالد علي ابو نعاط عملي 28 سنة وجنسي في أردنية في عندي مشكلة بفقرات طهري بعاد عن بعض يعني ما أواقف كويس أنا أطلت دراسة من صف الثاني كنت هيك عند أولاد ألعب معهم أشياء يعني ينبدوك أنه يعني يظلم يتحقوا عليك عرفتين فكانت يعني دائماً أمي أنه بكل يظلك عندي أنا أمي توفت عشرين ستة ألفان وستعاش وهذا يعني بالله هذا يمؤثر الوعي يعني مهما كان إنه أمه حوالي أصغل بس ما في حد يقول السغل يعني بيقول لك يعني مقعد قد العينك على حالك لما توظفت الوعي صار يعمل اللحال ودخل الحمد لله صرت أنا مني اللحال متراً في معاي دخل روح أجيب اللي أنا بدي جاء والله كنت زماني قال ما أستغلي بس على الصبح واتطلوا على الناس ويرائعوا على الشغل ويقول يا الله شو شعورهم الحمد لله أنه أسأل الوعي أنه عايز هذا الشعور ضمن إطار برنامج آفاق بالأردن تقوم منظمة العمل الدولية بالعمل ضمن ثلاثة محاور أساسية أولاً التشغيل وإيجاد فرص عمل لائقة ثانياً التعليم والتدريب المهني وثالثاً الحماية الاجتماعية تعمل المنظمة على تعزيز دور خدمات التشغيل من أجل الوصل بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل عم نشتغل بأكتر من محافظة هي بحاجة إلى خلق فرص عمل تربطنا علاقات جيدة مع أصحاب العمل ومنها أهم هذه العلاقات شركة الأزياء التقليدية المتعاونة مع مركز تشغيل إربد أهم ما يميز هذه الشركة وجود فروع متعددة في مناطق نائية من المملكة مثل منطقة الإزمالية التي تعتبر الأكثر فقراً ونسبة البطالة فيها عالية علاقتنا مع أكثر من جهة رسمية وحكومية وغير حكومية بتشغيل وتدريب وتأهيل أهل المنطقة وأهل المجتمع المحلي بالنسبة لعمر تم تنسيق مع شركة النقل عشان نأمن مواصلاته لأنه عنده حاجات خاصة تم تدريبه على أكثر من خطوة داخل المصنع كباقي الموظفين وتم انتقاء الوظيف المناسبة له تم تجهيز ماكينة خاصة له لأنه عنده عاقة في قدمية تم تحفيل حركة للإيد والحمد لله كان من الموظفين الملتزمين والمجتهدين والذي عمل على نفسه وطور نفسه فترة الإغلاق والله أثر عليه نفسياً أكثر من مادياً بهذاك الوحيد يشوف ناس يغير دعو يعني أنا قبل ما أستغل كنت يعني أضلقها بالبيت فهزا يعني لما فتح المصنع هو يعني يعني الموظف صار يحمد الله وأنه يعني أقل ما فيها اللي بتغير دعو بتشوف ناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر